لم يغسل العراق يده من السلاح في الحروب يعلو صوت السلاح في النفوذ في السرقات في الفساد وله نصيب من موروث لم يغسل يده منه تحت عنوان الدقة العشائرية وأنت في القرن الحادي والعشرين لازلت تشاهد بأم عينيك تقليدا يتنقض مع الإنسانية تماما وقد يكون الدق عشائريا متعلما لكن ثقافة الأيدي المدججة بالسلاح تزهق سيادة القانون وتفتك بأرواح بريئة تسلط عليها العشائرية بمفهوم سلبي أشكال الموت وألوانه وليس غريبا أن تتحول الدقة في العراق على مباني الدولة وتطارد مؤسساتها ولم تكتفي أن تتوقف على حدود أن يقتل العراقي شقيقه في الدم والمكان فجديد الدقة العشائرية بحالته النادرة ما جرى في موقف سيارات مستشفى الحبيبية في مدينة الصدر باعتداء مسلحين على سيارات المواطنين تزامنا مع الحدث المؤلم أيضا تكررت القصة في مستشفى الصدر كذلك حادثتان يترفقان مع نداء عاجل لإيقاف مسلسل نهج دموي كان الجسد العراقي فيه ولازال مطلوب دمه ومن شر البلية أن يتساءل العراقي اليوم هل الموت رفيق درب باعتداءات أعداء العراق؟ أم أن العيبة من أبناء جلدته أولئك المتمسكين بالذبح والقتل والانتقام تحت عنوان يسيء للعشائرية وشيوخها وهم منصفون للمظلوم باحثون عن حقوق العباد والبلاد أم أنها لعنة تأبل خلاص فمن يستجيبه؟ اشتركوا في القناة